موسيقى أبناء تلاميذ بناتي تلميذات بالمستوى السنة التانية التانوية التعليلية بالتعليم الأصيل اليوم موعدنا مع الدرس الثاني من دروس مادة الفقه وقد كنا ختمنا بتساؤل والآن نعود فننطلق من ذلك التساؤل ماذا لو توفر المال وتوفرت الرغبة في استثماره دون عناء توفرت الخبرة والجهود وانعدم رأس المال هل تتوقف الحركة وتجمد الأموال كيف نحافظ على الحركية الاقتصادية للمجتمع أظن أنكم تذكرون أننا ختمنا درسنا السابق بهذه التساؤلات واليوم نريد أن نجيب عليها والجواب كالتالي الإجابة في درس القراض هو موضوع درسنا اليوم إذن دائما في إطار الوحدة الثانية تنظيم العلاقة المالية في الفقه الإسلامي الدرس الثاني موضوع درسنا القراض وكالعادة له أهداف ومحاور فمن أهدافه التعرف على مفهوم القراض وحكمه فهم الغاية من تشريعه معرفة شروطه وموانعه ويتمحور حول قضيتين أساسيتين هما تعريف القراض وحكمه والغاية من تشريعه المحور الثاني شروط القراض وموانعه وما يترتب على فساد عقده إذن لنبتدئ بالمحور الأول الذي هو تعريف القراض وحكمه والغاية من تشريعه التعريف يعني الأهداف تعرف على مفهوم القراض وحكمه كالعادة هذه الأهداف التي سيحققها المحور الأول تعريف القراض وهو وائل الهدف الثاني فهم الغاية من تشريعه والهدف الثالث معرفة شروطه وموانعه هذه الأهداف ستتحقق إن شاء الله من خلال المحور الأول الذي أمامكم إذن لنتعرض للنصوص التالية قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله سورة المزمل مقطع من الآية عشرين لاحظوا معي كالعادة أننا نبرز الكلمة من الآية أو الحديث أو من النص نبرزها هي الآن بلون أحمر وتحتها خط نظرا للأهمية ونظرا للتوظيف الذي سنتناولها به إن شاء الله النص الثاني وهو الحديث الذي أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب القراض باب ما جاء في القراض هذا الحديث هو الحديث الثاني من هذا الباب أي باب ما جاء في القراض روى الإمام مالك قال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أعطاه مالا قراضا أعطاه مالا قراضا هذه رواية للحديث بألفاظه قراضا تلاحظون لفظها القراض ورد في هذا الحديث أعطاه مالا قراضا يعمل فيه تلاحظون تحتها خط يعمل فيه على أن الربح بينهما على أن الربح بينهما هذه الكلمات المفاتيح التي ستسعفنا وتساعدنا على تناول موضوع القراض إن شاء الله إذن لنستفيد من النصوص تعرف القراض القاموس اللغوي والاستلاحي الضرب في الأرض يعني الوارد في الآية يضربون في الأرض الضرب في الأرض أي الحركات التجارية بالمدلول العصري أي يتاجرون يسافرون يقطعون الأراضي يتنقلون من مكان إلى مكان من أجل ابتغاء الرزق والكسب الحلال هي ما يسمى بالحركة التجارية الآن الكلمة الثانية الابتغاء من فضل الله أي طلب الكسب الحلال وأنتم تعلمون أن المطلوبة في الإسلام هو الكسب الحلال ثم القراض وهي الملونة بالأزرق لمواقفقتها لموضوع الدرس فهي أساسية هي كما تلاحظون مأخوذة في اللغة من القرض أي القطع قرض بمعنى قطع وهي أيضا بمعنى ما يجازى عليه من خير أو شر أي ما تقدمه من عمل فتجازى عليه بخير أو بالشر تلاقم بقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا هو مقيد بالحسن قرضا حسنا إذن فالقرض عمل نشاط حركة تجارية يقوم بالناس لكن ينبغي أن تكون في الحسن لأنها إن خالفت الشرع فستكون مرفوضة بطبيعة حال لماذا؟ لأنها لا تحقق مصالح العباد إذن الجانب الاصطلاحي سنلاحظ أن القراضة في اصطلاح الفقهاء هو دفع مال لآخر ليتجر فيه مقابل جزء من الروح يتفقان عليه سنتعرض لكلمة التعريف قاربان إن شاء الله أما ابن عرفة فيعرفه قائلا تمكين تمكين هذه الكلمة أساسية عند ابن عرفة اسمه مجرد لغة أو كلمة لغوية هي ذات دلال اصطلاحية ولها مدلول في الواقع تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة لا بلفظ الإجارة سنتعرض لهذا في الإضاءات لاحقا إن شاء الله إذن حكم القراض الجواز حكمه الجواز وأدلته القرآن الكريم تذكروا معي الآية وآخرون يضربون في الأرض يضربون في الأرض ستتسألون أن الكلمة الوردة الآن هي يضربون ونحن نتحدث عن القراض سنتعرض لهذا المهم أن الكلمة وردت في الآية وقد وردت في سياق بعد الجهاد قبل الجهاد وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يقاتلون في سبيل الله تلاحظ المناسبة إذن الجهاد له قيمة وإرضافه على المضاربة وعلى القراض معناه أن له نفس القيمة لأنه جهاد على النفس وعلى العيال وعلى المصلحة العامة للإنسانية جمعها ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها فقد ضارب لخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها واشتغل في أمولها وتازر في أمولها بقسط من الربح يتفق عليه وكان يشتغل به العرب ويعملون به قبل المئة فأقره الإسلام كما تلاحظون وتعامل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر صحابته وباقي المسلمين على ذلك وكما قلنا إقراره عليه السلام تعامل العربي به فالإسلام جاء ليتم مكايم الأخلاق فكل ما هو في مصلحة الإنسانية جمعاء لا جمسا معينا كل ما كان في صالح الإنسانية جمعاء يقره الإسلام ثم حديث العلاة بن عبد الرحمن الذي تعرضنا له في الجهاد ثم عدم إجماع الصحابة على جوازه وتعاملهم به كل الصحابة لا أحد منهم أنكر على القراض أو تعامل بالقراض بل وتعاملوا به وأخيرا إلى يوم من الحاضر إلى يوم من الحال اتفاق كل المسلمين على جوازه وعدم اختلافهم فيه إذن ما الغاية من تشريعه فقط أطلب منكم استحضار السؤالين الذين انطلقنا منهما انهينا بهم الدرس السابق وانطلقنا منهما في هذا الدرس هل تتزمد الأموال هل تضيع هل تكتنز هل تحتكر لا ما دام الإنسان غير قادر على العمل فبإمكانه أن يتعاون مع غيره وأن يعطيه قصطا من المال يشتغل فيه على مقدار من الأرباح يتعاملون ويتفقون عليها فيما بينهم كنتيجة لهذا العمل إذن أجاز الإسلام القرادة رغم ما فيه من الغرار لاحظوا ما فيه من الغرار رغم ما فيه من الغرار مستور عليها هي تحتها سطر قلنا للغايات التالية مراعاة حجمي مراعاة حاجات الناس مراعاة حاجات الناس بالجمع والإفراد تسير معاملاتهم دفع ورفع الحراج عنهم الرفق بالناس حرص الإسلام على تحقيق النماء والازدهار الاقتصادي والتنمية البشرية تلاحظون المصلحة العامة كيف هي حاضرة بقوة وتذكروا مع المدخل العام الذي انطلقنا منه في بداية الدرس وهو أن الإسلام دين الواقعية والعملية والعمل وصالح لكل إنسانية إذن الآن نتعرض لشروط القراض موانعه والمترتب على والمترتب على فساده شروط القراض أولا كون رأس المال نقدا عينا نقدا عينا يعني إما ذهبا أو فضة أو فلوس كما هي الآن معروفة مسكوكا أو مطبعة ورقيا أو غير ذلك ثانيا حضور رأس المال خين العقد لا ينبغي أن يتعاقد على القراض والمال في في الحساب البنكي أو في صندوق توفير أو في البيت أو غير ذلك ينبغي أن يكون رأس المال حاضرا حال التعاقد لأن ذلك سيدفع كثير من القضايا لاحقا ثالثا كون رأس المال معلوما سيتفقان على رأس المال المعلوم الحاضر بينهما ما هو وكم هو كل هذا أبناء بنات تلميذ الأعزاء هو تفادي للنزاعات التي لا طائل من ورائها بل والتي قد تؤدي إلى عكس الغاية من القراض فإذا تنازع الناس فسينصارفون على القراض إذن فهذه الشروط تدفع عن المتعاملين وعن الأطراف المتعاملة هذه المشاكل لاحقا ثم رابعا كون مقدار الربح معلوما مشاعا معلوما مشاعا نصف هذا معلوم مشاع ما يختش ما نحددوش يوحد الربح بخمسمائة درهم زائدة أو ألف درهم أو ألف وين وخمسمائة درهم وما بقي فهو لك لا نصف ومشاع إذا كانوا ثلاثة ثلث إذا كانوا أربعة ربع هكذا ربع نصف ثلث أما ألف درهم أو ألف درهم أو أكثر حسب مستوى التعامل للقراض أو معامل للقراض فهد فيه غرر وفيه غبن وقد لا يتحقق المبلغ فيستفيد ويستأثر رب المالي بالمبلغ ويضيع جهد العامل وقلنا أن الإسلام يراعي مصالح المشرية جمعاء سواء كان المتعاملان مسلمين أو غير مسلمين أو مسلمون وغير مسلم هذه الحقوق حقوق الإنسانية جمعاء لا تفرق فيها بين المسلم وغير المسلم الموانع الموانع كما قلنا دائما الهدف إنها أن لا تقع المشاكل فإذا وقعت إذا وقع المانع إذا حضر مانع وتحقق مانع في المعاملة فإن المعاملة معاملات القراض تفسد وتتوقف وسينبني عليها ما ينبني عليها ما سنراه في المترتب على فساده إذا من هذه الموانع اشترات اختصاص أحد الطرفين بزيادة على الأجرى كأن يقول رب المال أنا صاحب المال ومبلغ كبير وسيجني أرباح طائلة فأنا أرى أن تخصص لهم بلغ خمسة آلاف درهم خمسة آلاف درهم خاصة بي ثم بعد ذلك نقتصم أو يقول العامل في القراض أنا سأشتغل وسأسافر وسأعاني فأنا أريد أن أخصص مبلغا من المال خاصة بي ثم بعد ذلك نقتصم هذا مانع من مونعه وليس هو مسألة الأجرى فإن العامل في القراض إذا سافر من مدينة إلى أخرى ليجلب السلعة والبضاعة واضطره الأمر إلى المبيت والتغدية وإلى فكل هذا من حساب القراض ويحتسب فيه هذا المقصود أؤكد على هذا حتى نفرق بين هذا الشرط هذا المانع له اشتراط أحد الطرفين باختصاص زيادة تخصه دون غيره دون الآخرين أو غير ذلك والأجرى وما يتعلق بتكاليف ومؤونة العمل ثم ثالثا ثانيا اشتراط ضمان رأس المال إذا اشترط رب المال على العامل معاه في عملية القراض أن يضمن رأس المال إذا ضاع أو وقع ما وقع فإن العملية لا تتم وهذا غير مقبول على الإطلاق إلا أن يكون هناك تفرط وهذا باب آخر ليس هو موضوع درسكم وإن كان متعلقا بالقراض الشرط الثالث تحديد أجال لانتهاء العمل أن يقوله خلال الشهر أو اليوم فلاني نهاية الشهر فلاني لأن العمل قد يتعذر لظروف طبيعية لمرض لأعظار مقبول شرعا وقد يكون المجهود والوقت المطلوب أكثر من المتفق عنه في البداية فما العمل هل يتضع جهود العملية كلها هل ينسف جهود العمل في القراض هل تتلف أموال صاحب المال إذن لا إلى أن ينتهي العمل بطبيعة هل العرف في المسألة يراعى ما يكون شوناك تراخي إلى آخر هذه أمور ليست موضوع الدرس فقط لإثارتها كتذكية فقط إذن بقي علينا المترتب على فساده فلو اشترط أحد الطرفين شرطا مخالفا لكي يدخل في الموانيع يصير منعا ما العمل تتوقف عملية القراض في حينه تتوقف لأنه فسد تتوقف في تلك اللحظة بالضبط التي تعرفنا فيها على فساد هذا العقد عقد المضاربة تتوقف ويترتب عليها من بعض الأمور أولا أن يكون للعامل أجرة المثل العامل في القرار ليس صاحب المال له أجرة المثل انتهت العملية ما تم بيع الشراء السلعة ما تمش دخل بعض المدخول عنده بعض الربح ولكن باقي بعض المال سلعة ينبغي أن يباع حتى نستوفي رأس المال ثم نقتسم هناك آثاران يترتبان فسد هذا العقد الأول أننا نعطيه أجرة المثل يعني إذا ما كمل العمل ما تمش في سبل العقد نعطيه أجرة يعني بكم يشتغل ويعمل مثيل له في هذا النوع من السلع بمشقاته من الأصفر وغيرها ولكن لم يكتمل العمل إذن قيمة أجرته فيصير أجيرا في البداية لم يكن أجيرا كان نوعا من الشركاء ولكن ينزهل في الشركة أو للعامل قراض المثل قراض المثل أي لا نحدد له أجرة المثيل بل نلاحظ في نفس الصورة مثله من الناس من التعامل بالقراض كم يخصص له في هذا الجزء من العملية كم يخصص له من الجزء من الربح من الربح من الأرباح من الأجرة من الربح كم يخصص لمثله في هذه الحالة أو التعامل المثل وهنا نعود إلى عرف البلاد وغيره لكي نحتكم إليهم المهم أن ما يترتب عليه إما أجرة المثل أو قراض المثل الآن نتعرض لبعض الإضاءات التي ستساعدنا على فهم بعض القضايا أو الكلمات أو المصطلحات التي مرت معنا في الدرس الكلمة الأولى الشرط قلنا شروط القراض إذن ماذا نقصد بالشرط أي ما نطلب أن يتحقق في المعاملة أي تتوقف المعاملة عليه وتعلمون جيدا أنه في الإسلام المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حراما حلالا فكل الشروط التي توقف عليها إنجاز عملية القراض ما دامت فيها مصلحة الطرفين أي يوجد القراض بسببها فهي شرط المانع ما يطلب عدمه أي لحتم حين كنا نشرح موانع القراض كنا ينبغي أن يمتنع وجوده لا يوجد هذا ينبغي أن لا يوجد نعم إذن هذا معنى المانع ثم ما معنى مأخوذ من القرض التي تقدمت منا وهي القطعة لأن لاحظوا معي لأن رب المال قطع له قطع للعامل من ماله قطعة وهو قطع له مما تحت يده من العمل والخبر قطعة إذن كل واحد اعطى مصلحة الآخر وفي النهاية الربح يقتطعان منهما عن من هنا جاءت دلالة الكلمات القراض بمعنى القراض بمعنى القطعة تابع الإضاءات تقدمت معنا لفظة لا بلفظ إجارة في تعريف ابن عرفة أي أثناء إنشاء العقد الشفائوي للقراض ينبغي أن لا يفهم أو توجد كلمة أو أشارة تفيد على أنك أجير في هذا المال ينبغي أن نلت لفظة أو أن نشير بمختلف دلالات وسائل الإشارة كتابية أو غيرها إلى أنه قراض ممكن نذكركم بالحديث ديال مالا قراضا تحت الصغة أعطاه مالا قراضا الصغة يمكن لا تكون كلمة القراض صريحة ولكن ما سيدل على ذلك أنهم سيقتسبان الربح وغير من الكلمات دال على القراض فهو جائز شرع رغم ما فيه من الغرر أي تقولوا كيف يكون معاملة شرعية أجازها الإسلام فيها الغرر أو الإسلام ضد الغرر ويمنع الغرر لما فيه من ضرر لأحد الطرفين لاحظوا معي الغرر الموجود فيه هو عدم تيقن حصول الربح المتعاملان صاحب المال والعامل هل يضمنان أنهم سيربحني في هذه العملية أو يخسر تاني عدم تيقني عدم حصول حصولها وعدم حصوله تاني جهل مقداره أن نعمل على أساس مقدار مجهول هذا أيضا فيه غرر قد يكون الربح منعادما وقد يكون ضعيفا وبذلت جهود ورصدت أموال هذا فيه غرر لاش كأنك إذا قلت لي عامل قارضني على أساس أننا سنرباح 500 درهم في النهاية 250 درهم من لواحد ما سيقبل لأنه سيشوف الجهود الجبار سيضيع هباء وأيضا هو مستثنى من الإجارة المجهولة لأن العامل في القراض هو بمثابة أجير ولكن يشترك في الربح ماشي بأجرة محددة ولكن بكم يشتغل ما هو مقدار هذا الربح إذن فساد عقد القراض يفسد العقد معناه أن اختل شرط من شروطه أي أن الشروط تكون مخالفة للشرع تكون مخالفة للشرع فإذا خالفته فساد العقد ويترتب عليه ما قلنا من أجرة المثل أو قراض المثل وأذكر أبنائي وابناتي التلاميذ والتلميذات بأن وهم يعلمون هذا بأن القراض اسم آخر تسمية أخرى هي المضاربة لماذا؟ باعتبار أن الضرب في الأرض لأن المضارب يسعى في الأرض يسافر يتجول يتحرك وإن كان في نفس المدينة فهو يتحرك لجلب السلعاته وباحتياج الزبناء أو البيع أو توصيل السلع إلى آخره فهذا كله ضرب من مبتغاء الكسب الحالان وبذلك فهو ضرب في الأرض هذا من جهة ولأن كل من الطرفين صاحب المال والعامل فيه يضرب بسهم أي يقطع سهما من الربح لنفسه لا شك بعد ما كمنا المحورين أساسيا عن درس القراض قد بدأنا ندرك اهتمام الإسلام بصالح أحوال الناس في معيشهم اليومي بشكل ملموس وكيف نظم معاملاتهم بشكل يراعي مصالح الأطراف في معاملتي الشركة والقراض التي تقدمتها لنا فأشاد بروح التشارك وأقر القراض ولعله سيكون من البديه معرفة حل الصورة التالية توفر الفائض من المال وعدم الرغبة أو القدرة على استثماره وتفادي مختلف ما يترتب عن الشركة أو القراض من أحوال متنوعة لعل الجواب سيتبادر سريعا إلى الذهن هل هن لكم هل عن لكم الجواب هل تبادر إلى أذهانكم لي اليقين أنكم ستتوصلون إلى الجواب إن شاء الله مرحيم